في المقابل يستمر حزب الله في قصف مناطق شمال إسرائيل ويوقع خسائر بشرية ومالية وشمل القصف الصاروخي لحزب الله مناطق متفرقة شمال إسرائيل مثل كريات شمونة والجليل الأعلى وحيفا إضافة إلى قواعد وتجمعات عسكرية إسرائيلية في شمال ويتزامن هذا القصف مع دوي صافرات الانذار وتعطر الحياة اليومية مع استمرار إغلاق المدارس وتفاقم الخسائر الاقتصادية كريات شمونة المركز الإقليمي للمستوطنات الإسرائيلية والتي بنيت على أنقاض بلدة الخالصة الفلسطينية تفاصيل أوفة في التالي تقع شمالا وتبعد عن جنوب لبنان أربعة كيلومترات وتطل على سهل الحول من الشمال والجنوب ويحدها عدد من القرى الفلسطينية نحن الآن ما قبل النكبة في بلدة الخالصة الفلسطينية قضاء صفاد تبلغ مساحتها قرابة 15 كيلومترا مربعا وكان يقطعها طريق رئيسي ثمي حديثا الطريق السريع تسعين ويصلوا بين الحول وجنوب لبنان وأيضا مع مرتفعات جولان عبر بانياس والقنيطرة عام 1931 كان عدد سكان البلدة 1369 والغالبية كانوا من العرب المسلمين إضافة إلى عرب مسيحيين مع وجود ثلاثة يهود هذا كان الماضي لنعد إلى الحاضر قليلا هي الآن مستوطنة إسرائيلية واسمها كريات شمونة بنيت على أنقاض بلدة الخالصة وصارت المركز الإقليمي للمستوطنات الإسرائيلية في المنطقة وأكبر مدن إصبع الجليل لنتحدث عن هذه التسمية الإسرائيلية كلمة كريات العبرية تعني باللغة العربية القرية أما كلمة شمونة فتعني ثمانية ومن ثم تترجمة العربية لاسمها هو قرية الثمانية حتى نهاية ديسمبر 2023 قدر عدد المستوطنين فيها بقرابة 23 ألف مستوطنة بحسب مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي ونزحوا بعد بداية طوفان الأقصى وبسبب موقعها تطالها نيران حزب الله من جنوب لبنان باستمرار فيضطر الإسرائيليون لإخلائها وترميمها وبسبب نزوح المستوطنين منها وصفها أحد المواقع الإسرائيلية بمدينة الأشباح معي من بيروت مراسلة الشرق مها حتيط مها لمبك مها بداية دعينا تحدث عن المناطق التي باتت هدفا مستمرة للجيش الإسرائيلي إذا تحدثنا عن جنوب لبنان فكل القرى والبلدات في جنوب لبنان باتت هدفا للجيش الإسرائيلي طبعا هناك تركيز في بعض الأيام على مناطق أكثر من غيرها كما يحصل في الساعات الأخيرة مع تركيز الجيش الإسرائيلي استهدفاته لمدينة صور تحديدا ولا قرى وبلدات في قضاء صور أيضا بغارات متتالية في السابق كان هناك تركيز على مناطق أخرى لكن الجنوب اللبناني بأكمله لا نتحدث فقط عن منطقة جنوب الليطاني إنما أيضا عن شمال الليطاني كل هذه المنطقة هي مكان لاستهدفات إسرائيلية نتحدث أيضا عن شرق لبنان عن منطقة البقاع التي تستهدف بشكل متكرر كما حصل قبل قليل باستهدف بلدة الحلانية في قضاء بعلبك وهناك معلومات عن سقوط ضحايا أيضا الضاحية الجنوبية لبيروت التي أصبحت خالية من سكانها هي مكان للاستهداف شبه اليومي البارحة مثلا كانت المرة الأولى منذ أيام لم يكن هناك تحذيرات بإخلائها ولم يكن هناك غارات لكن طبعا الغارات متوقعة في أي وقت وبالتالي نتحدث عن ثلاث مناطق كبيرة جغرافية في لبنان باتت هدف للاستهدفات أو الغارات الحربية الإسرائيلية بشكل دائم ومتواصل شكرا لك من بيروت مراسلة الشرق محطيت حذرت الأمم المتحدة من تنامي تدهور أوضاع النازحين في لبنان البالغ عددهم نحو مليون وأربعمائة ألف شخص خاصة في فصل الشتاء وطلبت المنظمة الأممية بوقف إطلاق النار في لبنان حتى تتمكن من إيصال المساعدات إلى النازحين مشيرة إلى أن الأوضاع في مواقع النزوح سيئة للغاية لأن أغلبية الضحايا والنازحين جراء الحرب من النساء والأطفال أعين العالم أعين هذا البلد يعني التعطير التعطير العالم تهجرت العالم تغربت وبابا فيه حدا قاعد ببيته والوضع كله صارفيت ببعضه وبابا معروف شي مي شي يعني حتى العانا بابا عم تفهم شي مي شي يعني أنا بالنسبة اللي عم بيصير بالبلد والحرب الإسرائيلي المدمرة علينا أنا مع كل لبناني ضد كل عدو بدي يشي مع بلدي أما بالنسبة للمفاوضات اللي عم بتصير ووقفة الإمار مع النساء لا بالأمريكيين ولا باليهود ولا بالدول اللي عم بتطاعدها هذا هو رأيي يعني عشكي إلى ذلك مطالبات مستمرة بتقديم دعم دولي من أجل تلبية احتياجات النازحين في لبنان فما أبرز تصرحات بدخوله حربا مع إسرائيل فقد حزب الله نحو نصف ثلاث سناته في الغارات الجوية لكن رغم ذلك لا يزال يملك صواريخ مواجهة مضادة للدبابات تشكل تحدياً آخر للجنود الإسرائيليين العملية العسكرية التي ينفذها الحزب لمواجهة تواغل إسرائيل البري جنوب لبنان تكشف عن استراتيجياته القتالية القائمة أساساً على إعداد الكماء وقصف خطوط الدعم إلى جانب ضرب التحشيدات قبل انطلاقها كيف ذلك؟ حزب الله في اليوم الأول من المواجهات المباشرة على الحدود الجنوبية قصف تجمعات جنود إسرائيليين قرب المواقع العسكرية الحدودية فجر عبوات وأطلق نيران الدفاع الجوي باتجاه مروحية استهدافات اعتبرها بأنها حضراً جوياً على المروحيات قرب المنطقة الحدودية انتقل حزب الله بعد ذلك العمليات المكثفة باستخدامه صواريخ بركان التي تحمل رؤوساً متفجرة ضخمة تصل إلى 500 كيلو جرام فضلاً عن صواريخ فلق ذات المدى القصير تحمل رؤوساً متفجرة تتراوح بين 70 و120 كيلو جراماً من المواد المتفجرة كانت موجهة ضد تجمعات في المواقع الحدودية وتحركات لقوات عسكرية إسرائيلية في محيطها كما اعتمد حزب الله على مجموعات دفاعية ومجموعات إسناد لمواجهة هذا التواغل وفق ما يقول خبر عسكريون وهذه خطط مسبقة ترتبط بألية تنسيق بين هذه المجموعات التي تعد الكماء وذلك عبر محاولة تشتيت الحشود وإفقاد القوات المتقدمة أي قوة إسنادية هذه الاستراتيجية يسعى من خلالها مقاتل حزب الله الاقتراب إلى نقطة الصفر بغرض تحييد دور المسيرات والانخراط في قتال مباشر ومواجهات من مقاتل إلى آخر ويعتمد هذا القتال بشكل أساسي على المهارات الفردية لقوات المشات وجود أنفق حزب الله كان معروفاً منذ عقود لكن الدورة المهمة الذي تلعبه ظهر مرة أخرى خلال حرب غزة وفق لتقرير نشرته فوكس نيوز فإن أنفاق حزب الله يعتقد أنها أكثر تطوراً وأكبر بكثير من أنفاق حماس بدأ الحزب في تطويرها بعد حرب لبنان الثاني عام 2006 بالتنسيق الوثيق بين إيران وكوريا الشمالية هذه الأنفاق بنها عبر جنوب لبنان تنقسم لهجومية وأنفاق البنية التحتية الأولى مخصصة لاستخدمات عملياتية مماثلة لتك التي تستخدمها كوريا الشمالية وقد اكتشف جيش الإسرائيلي ما لا يقل عن ستة منها تؤدي للأراضي الإسرائيلية خلال عملية درع الشمال عام 2018 من بين هذه الأنفاق أربعة يقول باحثون إسرائيليون أنها قادرة على استعاب ما يصل إلى 30 ألف جندي في الساعة إلى جانب الأسلحة مثل نقلات الجنود المدرعة والدبابات والمدفعية الميدانية الأنفاق وفق ما رصدته التقارير يتروح عمقها ما بين 40 و 80 مترا وهي مجهزة بغرف قيادات وتحكم تحت الأرض وإمدادات وعيادات ميدانية وأعمدة مخصصة تستخدم لإطلاق الصواريخ من جميع الأنواع فيما تشكل أنفاق البنية التحتية شبكة تحت الأرض في القرى اللبنانية الجنوبية وبالقرب منها والتي تشكل خطوط الدفاع الأولى والثانية ضد الحرب الإسرائيلية وهو مشروع ضخم للغاية حتى أن التقديرات تشير إلى أن لها تشعبات تصل إلى إسرائيل وربما تصل إلى سوريا فهي تشبه متر الأنفاق وليس نفقا طويلا واحدا مما يثير التساؤل حول كيف تمكن الحزم الإفلات من بناء مثل هذا النظام المتطور مركز ألم الإسرائيلية الذي يبحث في التحديات الأمنية التي تجابه تل أبيب نشر خريطة عام 2021 لشبكة أنفاق تمتد عبر ثلاث مناطق استراتيجية للحزم على طول أراضي لبنان بدءا من البقاع التي يسميها العمود الفقري للعملية اللجستية مرورا ببيروت المقر المركزي للحزب وصولا إلى جنوب لبنان حيث مواقع الحزب الدفاعية